من المنتظر تعود قروض الاستهلاكية مطلع السنة المقبلة إلى انخفاض أسعار النفط أدخل نوعا من الشك حول إمكانية إطلاقها من عدمه ولكن لخبار الاقتصاد رأي آخر في تطبيقها نتابع في تقرير كمال جفاب مع الانخفاض المتواصل لأسعار النفط وتوجه الحكومة نحو سياسة تقشفية لضبط ميزانيتها يتساءل الجزائريون وخاصة ذوي الدخل المتوسط حول إمكانية أعطاء الحكومة الضوء الأخضر لعودة القروض الاستهلاكية المبرمجة في قانون المالية لألفين وخمسة عشر أكثر من ثلاث مليار دينار مجمدة في البنوك لم يتم استثمارها ولم يتم استغلالها إذن حان الوقت أن ندعم ونحمي الإنتاج المحلي هذه الآلية سوف تساعد الحكومة في إيجاد بعض الحلول الخروج من الأزمة الكبيرة التي تعيشها الحكومة أتبعت هذا الإجراء بمنع كل المنتوجات التي يتم إنتاجها في الجزائر بمنعها مؤقتا من الدخول مساهمة القرد الاستهلاكي في تقوية تنافسية المنتوج المحلي سيجلب استثمارات جديدة ويسهم في كبح فطورة الاستراد في وقت تشهد فيه واردات الجزائر من العملة الصعبة تراجعا مخيفا عندما نأمن الواردات وتصبح هذه الواردات تقريبا معقولة لأنها تصبح كل المنتوجات تقريبا جلة متحكمة فيها وتنتج هنا في محلين وبالتالي حتى ونبيعوا البيترول بعشرين دولار تصبح الحكومة في مأمن عودة القرد الاستهلاكي يعد بمثابة تحدي كبير أمام الحكومة وآلية إيجابية ستعتمدها للابتعاد عن التبعية المطلقة لقطاع المحروقات